السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي طالبي وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنابككم سر التفوق في مدية اللغة الإيطالية مع سينيور إسلام مكدي إن شاء الله في الحلقة دي نستكمل ما بدأنا في الحلقة السابقة في الحلقة السابقة لو نفتكر مع بعضنا بدأنا في الوحدة الثالثة والوحدة الأخيرة وشرحنا فيها إيفيربي مودالي لهم التلات أفعال مساعدة وقلنا إيه هم التلات أفعال مساعدة لو فاكرين كان فعل اسمه فوليري يريد وفيربو بوتيري يستطيع وفيربو دوفيري اللي هو يجب وشفنا تصرفهم في المدارة وعرفنا إن بعد التلات أفعال دول فيني الفيربو قال إن فينيتوم الفعل اللي بيجي ورام بيجي في المصدر والمصدر برضو لو فاكرين قلنا بعرفه إزاي في اللغة الإيطالية يعني مش متصرف يعني آخره إما آري أو إيري أو إيري النهاردة إن شاء الله ناخد الجزء الثاني من الوحدة بيكلم عن حاجة اسمها لبريبوزيزيوني إنيتاليانو اللي هي حروف الجر في اللغة الإيطالية النهاردة هنشوف استخدامات حروف الجر في اللغة الإيطالية سواء مع البلاد أو المدن أو مثلا فعلة في المصدر وإن شاء الله السنة الجاية في أول واحدة في الصف الثاني السنوي بنستكمل حروف الجر فالنهاردة أول ترمي ده إحنا هندرس جزء من حروف الجر مش حروف الجر كلها تمام؟ تعطي مع بعضنا إيه هي حروف الجر في اللغة الإيطالية ونشوف مجموعة تمارين إزرشيتسي مطبق عليها مع بعض لابصنا كده عنوان الواحدة بتاعتنا كان ونيتاز ساي درس بتاعنا اسمه لبريبوزيزيوني يعني اللي بريبوزيزيوني اللي هي حروف الجر طيب عندنا تعان نشوف اول حرف جر عندنا هو حرف الجر إن عندنا اول حرف الجر اسمه إن طيب اول استخدام انت باستخدم حرف الجر إن بيقول لنا هنا مع إيمات سي دي تراسبورتو كون إيمات سي تراسبورتو مع وسائل المواصلات يبقى مع وسائل المواصلات عاوز اقول مثلا اذهب يا المدرسة بالعربية فادو إن ماكينة اذهب بالأوتوبيس فادو إن أوتوبوس فضروري جدا حط حرف الجر إن يبقى انا في الامتحال لو لقيت بعد النوات ادوات إيمات سي تراسبورتو لا وسائل المواصلات استخدم حرف الجر يا شباب إن طيب انا مجهز لكم دولات مجموعة من وسائل المواصلات نقدر من خلال نفتكر إيه هي وسائل المواصلات باللغة الإيطالية لو بصينا مع بعض عندنا كده أول صورة مثلا إن مكينة يعني مكينة اللي هي سيارة لو بصينا مثلا مثلا مثال تاني يقولك إن تيرينو إن تيرينو اللي هو بالكتور لو شفنا هنا بيقول لنا إن مترو إن مترو مترو اللي هو اسمها مترو بوليتانا مترو العنفق بس بنكتبها باختصار اللي هو مترو إن أوتوبوس ممكن أقول فعدو عسكولا إن أوتوبوس أذهب للمدرسة بالأوتوبيس مثلا فعدو عروما إن أوتوبوس أذهب مثلا لمدية روما بالأوتوبوس فالحاجات دي كلها بنستخدم معا وسائل المواصلات حرف الجر إن لو بصينا مع بعضنا هنا إن بيتشيكلتا اسمها يا شباب إن بيتشيكلتا اللي هي لإيه العجلة يبقى أذهب بالدراجة طيب زي ما أنا شفنا كده أول استخدام لحرف الجر إن اللي هو مع وسائل المواصلات لازم نحفظها مع بعض اللي هي إيميتسي تراسبورتو أقول لك مثلا فعدو عسكولا إن بيتشيكلتا لازم المدرسة بالأوتوبوس أو فعدو إن مترو فطريق جدا قبل وسائل المواصلات أستخدم حرف الجر إن تعال نشوف تاني استخدام لحرف الجر إن مع بعض هنا وبصينا على الشاشة بيقولنا هنا كون إيه بايزي يعني كلمة بايزي يا شباب اللي هي الدول أو البلاد يبقى مع الدول عاوز مثلا روح أقول أذهب إلى إيطاليا أقول فعدو إن إيطاليا أذهب مثلا إلى ألمانيا أقول فعدو إن جرمانيا يبقى مع الدول لما جاء اذهب الى دولة استخدم حرف الجره شباب ان على سبيل المثال ان ايطاليا الى ايطاليا مثلا ان جيتو فعدو ان جيتو مصر فعدو ان فرانشا اذهب مثلا الى فرنسا ان فرانشا وناخد بنا من كلمة فرانشا شا يبقى فيه ملحوظة بعد كده مع استخدام حرف الجره اه قولنا فعدو ان انجلترا انجلترا اليمين دولة انجلترا انجلترا او مثلا فعدو ان جرمانيا جرمانيا اليمين المانيا يبقى زي ما احنا شوفنا كده ان تاني استخدام حرف الجره ان اللي هو مع ايه شباب مع الدول يبقى اول حاجة اميسي تراسبورتو وسائل المواصلات تاني حاجة كوني بايزي اللي هي الدول تالت استخدامه هنشوف مع بعض دلوقتي لو بيجي كوني بوستي او الكوني لوجي في بعض الاماكن كده عاوز اقول مثلا اذهب لوسط البلد اذهب المدينة اذهب لصيدلية مثلا بتستخدم حرف الجر اين دي ملايش قاعدة ولكن لازم تحفظ لازم اكون اعارف كده ان الاماكن دي مرتبطة بها حرف الجر يا شباب اين زي ايه الاماكن دي لازم نعرفها لو بصنا مع بعض هنا يا شباب بيجي ان تارت استخدام لحرف الجر اين الكوني لووجي بعض الأماكن على سبيل المسألة أقول لك أقول لك مثلا أذهب لوسط البلب أو أقول لك أنا ساكن في المدينة كلمة شتان نفسها بتاخد يا شباب حرف الجرئ أو أقول أذهب إلى صيدلية أصبع يا شباب أو بيبليوتيكا بيبليوتيكا اليمين مكتبة أو مثلا أعوز أقول أذهب لقضايا الأجازة أو أقول مثلا أكون في أجازة دي لها قاعدة لا دي لها ماكن مثلا أول الكلمات دي لازم أكون حافظة أو عارف لها بتاخد حرف الجرئين عن شان لو لقيتها في الامتحان بعد النقط على طول أختار حرف الجرئين ليه ملاحش قاعدة هي كده الإيطاليين بيستخدموها أو ما يشوفوا الأماكن دي مثلا بيستخدموا حرف الجرئي شبابئين تمام كده كده يبقى خلصنا أول حرف الجرئي معنا وحرف الجرئين قلنا ليه ثلاث استخبامات لو فكرنا أيدهم بسرعة كده مع بعض قلنا أول حاجة كون إيميسي تراسبورتو وسائل المواصلات تاني حاجة كون إيبايزي اللي هاد دواء الدول إن جرمانيا إن فرانشا اسبانيا إنجلترا إيجيتو على طول بستخدم حرف الجرئين ثالث حاجة زي ما شوفنا مع بعض الكون اللووجي بعض الأماكن أو لبرول الكلمات اللي هي بتتحفظ أو ما شوف مثلا كلمة فارماتشية أختار إن أو إن شنترو أو إن شتا أو إن فاكنسا تمام كده تاني حرف الجرئ مع بعض هندرسوا السنة دي أو مفروض ده الأسنان السنة دي حرف الجرئ يا شباب آه لو بصنا مع بعض كده حرف الجرئ عندنا آه طيب استخداماته أول استخدام لحرف الجرئ آه بيجي كون إيشتاة الكابيتالي سيقوزا كون إيشتاة الكابيتالي بيستخدم مع المدنة العواصم لو عاوز أقول مثلا أذهب إلى مدينة روما أو عواصم أستخدم حرف الجرئ أقول مثلا فادو أروما أذهب إلى روما طبعا كلنا عارفين أن روما إلى كابيتالي دي تاليا عاصمة إيطاليا أقولك مثلا فادو أميلانو أذهب إلى ميلانو فادو أفيرنسي وناخد بني شباب من كلمة فيرنسي فيرنسي مدينة إيطالية اللي هي يعني مدينة فيورنتينا مدينة في إيطاليا عشان في بعض الطلاب يطلق بطي يقولوا أن فيرنسي هي فرانشا دولة لا أما فيرنسي مدينة فابتأخد حرف الجرئ يا شباب أو فادري جدا نبيز في المعنى هنا أباريجي باريجي اللي يمين باريس اللي هي لكابيتالي دي فرانشا عاصمة فرنسا فادو أتورينو فادو أنابولي كل دي مدن إيطالية فادو أباري فادو أمدريد طبعا مدريد اللي هي عاصمة إسبانيا فبردو مدن يبقى قعدة بتقول لنا أن كل تشتاء اللي كابيتالي لما جي أذهب إلى مدينة أو عاصمة باستخدم حرف الجرئ يا شباب أ أقولك فادو أروما أو إيو يماركو عنديامو آميلانو ما ينفعش أقول إن ميلانو لازم أقول آميلانو يبقى لما جي أذهب لمدينة أو عاصمة في أي دول العالم أستخدم حرف الجرئ يا شباب أ أما الدول لسه شفنا من شوية بتستخدم حرف الجرئ إيه إن تمام تعال نشوف تاني استخدام حرف الجرئ أ الله بصينا هنا مع بعض بيقول لنا verbo al infinito آ لو لنا بعد النقط أو بعد حرف الجرئ فيين ال verbo al infinito بيجي فعل في المصدر طب فعل في المصدر لو فاكرين بعرفه إزاي شباب بيكون أخره إما آري أو إيري أو إيري طب معناه هنا في الحالة دي إيه لما أجي أقول لك مثلا أمان جاري معناه هنا أذهب لكي يبقى حرف الجرئ أ تاني استخدم لي بيجي بعديه فعل في المصدر ولما بيجي بعديه فعل في المصدر بيقى معناه هنا إيه لكي تمام أو من أجل لازم أعرف المعنى عشان بيساعدنا على فهم القطع أقول لك فاديو أمان جاري أذهب لكي يأكل أو مثلا ايو ماركو عنديامو أستو دياري أنا وماركو مثلا نذهب لكي نذاكر أو ندرس فاري سبيزي يعني فاري سبيزي يا شباب يتصوق زي فاري شوبينجي بالضبط فاديو ألجري أذهب لكي أكرم مثلا أقول مثلا فاديو أجوار داري لتيفو أذهب لمشاهدة تليفزيون مثلا أعن فعدو أسكولتاري لاموزيكا أسمع موسيقى فحرف الجراء تاني استخدام لي في إني الفيرب والإنفينيتو بيجي بعد دي الفعل في المصدر وعرفنا طبعا شكل المصدر أخره آري إيري إيري تالت حاجة أو قلنا أني لما بيجي بعد دي فعل في المصدر بيجي بمعنى لكي أو علشان طبعا لازم أعرف معناها علشان بسعيدني زي ما قلت على حل القطع اللي بيجينا في الامتحان طيب تالت استخدام لحرف الجراء اللي وبصينا هنا فييني كونالكوني لوجين بص كده عشاشا مع بعض بيجي مع بعض الأماكن بعض يا شباب الأماكن زي ما شفنا من شوية إن حرف الجر إن ليه أماكن بيتحفظ برضو حرف الجراء اللي فيه أماكن كده بتحفظ أجي أقول لك أذهب للسريا أذهب للنوم أكازا أوليك أنديامو أكازا هنذهب إلى البيت أنديامو أسكولا هنذهب إلى المدرسة أنديامو أتياترو هنذهب إلى المسرح ففيه كلمات كده أو أماكن كده يا شباب أول ما شوفها أجري اختار حرف الجراء زي ألتو أكازا أسكولا أتياترو فالاستخدام التالت فيه حرف الجر إن وحرف الجراء بعض الأماكن أو الكلمات لازم نكوني يا شباب حفظنا طيب كده يبخلصنا استخدام حرف الجراء إني رجع تاني سريعا نستخدام حرف الجراء قلنا أول حاجة فييني كولي تشيطاي الكابيتالي مع المدن ويا شباب والعواصم قلنا في عضو أروما أذهب إلى مسار روما تانية حاجة قلنا فييني فيربو الإنفينيتو بيجي بعد دوبو لابريبوزيزيوني أ الفيربو فييني الإنفينيتو بيجي في المصدر والمصدر آخره آري إيري إيرو بيجي بمعنى لكي أو علشان تأتي تستخدام بعض الأماكن زي ما شوفنا من شوية زي ألتو سرير كازا منزل أسكولا مدرسة قلنا أتياترو اليمين مصرح تمام كده طيب تعالي نشوف حرف الجر تاني بيدرس مع بعض السنة دي لابصنا هنا عندنا حرف الجر اسمه أل إيه حرف الجر أل ده يا شباب ده ندرسه باستفادة أكتر في تانية سنوي بس أقولكم إن حرف الجر أل ده عبارة عن حرف الجر أ بيو لارتيكول دي ترميناتيفو إيل زي ده التعريف إيل بيبقى شكله كده عامل إيه أل يبقى حرف الجر أ لو جيبها دي إيل بيبقى بيدمجه مع بعض ويبقى شكلهم عامل كده زي ما احنا شايفين أل طيب أل احنا هندرسه بيجي مع بعض الأماكن بعض يا شباب أماكن في أماكن كده لازم أكون حافظة أول ما شوفها في الامتحام مثلا بعض النقط أو لو أستخدمها في لغة الكلام أجل أختار حرف الجر يا شباب آه سبيل المثال أقول لك مثلا إيو فادو أن أذهب التينيما إلى إيه شباب إلى السينيما أو إيو فادو المعري أذهب إلى البحر أو إيو فادو البار إلى الكافيتيريا أو إيو فادو الريستورانتي ريستورانتي اللي هو مين مطعم طب عاوز أقول مثلا بسكن في الدور الأول أو الدور الثاني ممكن أقول إيو أبيتو أل بريمو بيانو أل سيكوندو بيانو الدور الثاني فادو ريجدا أكون حافظ الكلمات دي إن شاء الله لقيتها بعد النقط في الامتحام أجري أختار حرف الجر يا شباب أعيدهم تاني عشان أحفظهم مع بعض أل تشينيما أل ماري أل بار أل ريستورانتي أل بريمو بيانو لها قادلة أنا دروري جدا أكون حافظ الكلمات دي إن شاء أول ما لقيها في الامتحام إن شاء الله أختار حرف الجر يا شباب أل تمام طيب ننتقل لحرف الجر تاني وحرف الجر دا حرف الجر دا نشوف دلوقتي لاستخدامين تمام أول استخدام لي يا شباب بيجي بمعنى يذهب إلى بس لما أجي أذهب إلى شخص يقول لك أنداري دا بين قوسين زي ما احنا شايفين كده برسونا لما أجي أذهب لشخص أجري اختار حرف الجر دا يا شباب طيب الشخص دا ممكن يكون اسم أقول لك مثلا أذهب لمريو أذهب عند أحمد مثلا أو ممكن يكون ضمير أقول لك مثلا أنا جايلك أو نوي أنديامو دا تي احنا مثلا نجيلك أو أقول لوي هو جايلنا نحن يبقى لك ممكن الشخص دا أي كان سواء اسم أو ضمير أو ممكن كلمة عادية أقول لك أذهب لصديك أذهب مثلا تمام كده طيب ممكن الشخص دا يكون وظيفة مهنة زي دوتوري دكتور ميديكو بروفيسوري مدرس لما الشخص يكون مهنة يا شباب أو وظيفة أختار حرف الجر ضل اللي هو معاعدة التعريف إيه اللي اللي شفناه من شوية تمام كده يبقى أول استخدام لحرف الجر دا بيجي معايا الأشخاص أقول لك ايو فادو دا ماريو دا تي نوي أيا كان الشخص دا اسمه أو ضمير أو أميكو كلمة عادية أو لو ساعتها لو كان وظيفة أختاري دال دوتوري دال ميديكو يبقى اللحظ هنا يا شباب إن الإيطاليين بيختلفوا في حرف الجر لو ذهبين إلى المكان بمعنى إيه لو رايحين دولة أقول لك ايو فادو إن إيطاليا باستخدم حرف الجر إن لو رايحين مثلا مدينة يستخدموا حرف الجر آ أقول لك ايو فادو أروما لو ذهبين مثلا إلى شخص أقول ايو فادو دا ماريو يبقى حسب أنا رايح فيه يبقى ركز في المتحام دولة إن مدن آ أما الشخص لو ذهب لشخص بختار حرف الجر يا شباب دا وإن الشخص مش بالضروري يكون اسم ممكن يكون ضمير أو ممكن يكون كلمة أميكو نونو جدي مثلا زيو عم وشوفنا لو الشخص برضو عبارة عمهنة يعني دوتوري ميديكو بروفسوري مدرس أركيتتو أختار حرف الجر يا شباب دل بروفسوري أو دل ميديكو أو دل دوتوري اللي مع اللي يقضل دا كان أول استخدام لحرف الجر دا اللي هو الذهب إلى شخص لبصنا هنا التاني استخدام لي بيقولنا فينير دا يأتي من يأتي من بي buy معنا يأتي من سواء جاي من أي مكان شباب أقولك مثلا ايو فينجو دا روما أنا جاي من روما ايو فينجو دا ميلانو جاي من مديد ميلانو إيبا لما جي أأتي من أي مدينة أو أي مكان شباب استخددي حرف الجر اي دا نقولك ايو فينجو دا روما مثلا طيب نشوف هنا ايوفينجو داللي تاليا. انا جاي من دولة مين? ايطاليا. وازا ما انتم شايفين لما حرف الجر ده يجيب معنى يأتي من مع الدول بيكون فيه اداة تعريف. يقولك داللي تاليا دالا فرانشا داللي جيتو من مصر. يبقى تاني استخدام الحرف الجر ده يا شباب بيجيب معنى ايه? يأتي من. تمام كده? طيب. ننتقل لحاجة تانية مهمة جدا دراسناها السنة دي هو فعل اسمه بارتيري بير. بارتير يا شباب بمعنى يرحل الى. يرحل ايه? الى. نركز بقى الفعل ده مهم جدا عشان الفعل ده يرحل الى سواء رايح دولة او مدينة بيستخدم معه حرف الجر بير. يعني فعش اجيب معه اي او ا. بارتيري بير بيتحافظ كده يا شباب يرحل الى. هقولك مثلا ايو بارتو بير روما. انا ارحل الى مدينة مين روما. او ايو بارتو بير لا فرانشا. اذهب لدولة مين فرنسا. شايفين? برضو مع الدول في اداة تعريفة يا شباب اللي هي مين الله. تمام كده? حد يقول لي يا سينيور طب انا ممكن اقول ايو بارتو اروما او ايو بارتو ان فرانشا لا ما ينفعش. لبقى علشان طالما نقرأ الجملة في الامتحام من اولة الاخرة. طالما فيه لازم استخدم معه حرف الجر بير بمعنى يرحل الى. بمعنى يرحل يا شباب الى. اقولك ايو بارتو بير روما ايو بارتو بير لا فرانشا مسلا. طيب لو عاوز اقول لي ارحل من استخدم حرف الجر ايه? لسه شايفينه انت شوية لو حرف الجر ده. اقول لك برسلم ايو بارتو دا روما. ارحل من ميديب روما. ايو بارتو دالا فرانشا. ارحل ميديب مين فرانسا. يبقى حرف الجر بارتيري هو حد يشاب يستخدم مسلا بارتيري او بارتيري مسلا ما ينفعش. لازم مع مع الدول بارتيري ان لا ما ينفعش. لازم ايو بارتو بير اي ارحل لو ما فيش بير وعاوز بمعنى يرحل من هستخدم حرف الجر يا شباب دا او ايو بارتو داروما او ايو بارتو مسلا دالا فرانشا تمامك يا شباب طيب بعد ما شفنا استخدامات حروف الجر تعال نشوف مع بعضنا دروقاتي مجهز لكم مجموعة من لزرشيتسي تمارين تشيلتا اختيارات نقدر من خلالها نطبع على احنا ايه شوفنا دروقاتي طبعا حروف الجر محتاجة منها حفظ ومحتاجة جزء ايه حفظ وفهم يعني جزءين فهمه ايه وحفظ بقس لنا ايه زي ما شفنا ايه معساة المواصلات مع الدول في جزء تاني مع ايه اماكن لازم تتحفظ يا شباب طيب تعال نشوف دلوقاتي التمارين اللي معانا نقدر من خلال نطبع على احنا درسناه دلوقتي اول جملة بيقولنا هنا شليلي لاريس بوستا ديوستا اختر الاجابة الايه الصحيحة بيقول لي ايو سونو جيرمانيا بيرستو دياري ايو سونو انا اكون جيرمانيا طبعا جيرمانيا عبارة عن ايه يا شباب طبعا دولة المانيا فاكرين الدول كيف بتاخد حرف الجر اين ولا ا ولا بير طبعا اقول ايه ايو سونو ان جيرمانيا بيرستو دياري اشان عارفين احنا مع الدول بناخد حرف الجر يا شباب اين تمام كده تاني جملة معانا هنا يقولي عاوز اقول اذهب الى المدرسة مع الاصدقاء ينفعقول اين سكولا ولا اسكولا ولا بيري سكولا لو فاكرين حرق سكولا سكولا من الاماكن اللي بتحفظ يطرى بتاخد عارف الجر اين ولا اه شطار طبعا حرف الجر اين اه اقولك اذهب الى المدرسة مع الاصدقاء ليه اخترت عارف الجر اه عشان سكولا من الاماكن المحفوظة اللي هي بتاخد عارف الجر يا شباب اه نمرة اقول لهم مثلا هل تريدون ان تأتو نوي نوي يعني نحن اعاوز اقول لهم مثلا ان تجوه عندنا طب نوي دي نحن ضمير عبارة عن شخص مثلا ولا دولة لا طبعا شخص فاكرين قلنا مع الاشخاص اقول ان ولا ضاء ولا بير لما اجهز اذهب مثلا الى شخص استخدم عارف الجر ايه شطار اللي هو ضاء وقلنا مش بالضروري ان يكون الشخص ده يكون اسمه ممكن يكون ضمير نوي فوي لورو وهكذا نمرة كواترو نركز مع بعض نقرة جملة كويس جدا من اولها ايو بارتو وبأكد تاني على كلمة بارتو انا ارحل لستاتي ونيتي ان ذاكنسا يترى قول بارتو ان ولا ضاء ولا بير عاوز اقول ارحل الى الوقت المتحدة يبقى لو فاكرين صح ايو بارتو بير عشان قلنا ان حرف الجر بارتير بيجي معاه حرف الجر يا شباب بير يرحل الى نمرة 5 بيرنا او جي النهاردة ايو فينجو روما انا اأتي الى روما طب تعالى نشوف هنا المفروض لو يأتي الى حرف الجر ا هل هنا في حرف الجر ا يا شباب لا يبقى ساعتا هنا يقوص بيه عاوز يقول جاي من روما يبقى انا حرف الجر اللي بمعنى يأتي من طبعا حرف الجر ده او جي ايو فينجو ده روما انا اأتي من مدينة يا شباب روما ما ساعتا هنا سارة وا اسكولا مترو سارة وا اسكولا مترو اه مترو ايبارة عن ايه يا شباب وسيلة مواصلات ميسو يتراسبورتو يا طرى وسيلة المواصلات كنت بستخدم ما عرف الجر اين لو فاكرين في بداية الحلقة صح قلنا حرف الجر ايه اين سارة وا اسكولا اين مترو بتزهب للمدرسة بال بالمترو تمام نمرة ستة اقولك مسلا كونكواليميتسو بقي واسيف مواصلات في تينيما طبعا سؤال مهم جدا كونكواليميتسو في تينيما تينيما ليه مين السينيما طيب فاكرين تينيما كان من اماكن محفوظة اللي هي بعض الكلب لحرف الجر بيتحفز يا شباب يطرعوا الين تينيما ولا اشينيما ولا ال تينيما مين فاكر طبعا الاجابة الصحيحة اليمين ال تينيما كونكواليميتسو في ال تينيما تمام اللي استخدمته عشان مليه مكان محفوظة ال تينيما البار ال ريستورانتي او مسلا ال بريمو بيانو نمرة اتو تمامية بلونا ماريو فا ايجيتو ماريو يذهب ايجيتو طبعا ايجيتو اليمين مصر طبعا دي عبارة عن ايه دولة وحنا عارفين ان الدول بتاخد حرف الجر يا شباب انو والله اه والله طبعا حرف الجر ايه ماريو فا ايجيتو ماريو سيذهب الى ايه مصر نوفي تسعة بلولنا انطونيو ايجويا ابيطانو انطونيو ايجويا ابيطانو طبعا ابيطان ياسكنو بيروجيا اه بيروجيا يا شباب مدينة ايطالية طبعا لازم الحل الكتير عشان نتأود عالمدن اليطالية بيروجيا مدينة ايطالية سكنين في مدينة يا شباب بيروجيا طيب هنا بيقول لنا ماريو بارتي روما مش عاوز بس اركز على روما لازم اقرأ جملة من اولها يا شباب بيقول لنا ماريو بارتي روما طبعا بارتي لو بمعنى يرحل الى فكان حرف بارتيري بياخد حرف الجر يا شباب بير ماريو بارت بير روما ماينفعش خلص اختار بارت ا يبقى محدش يتسرع ويبص بس على الكلمة اللي بعد النقط ضروري جدا اقرى الجملة من اولة الاخرة علشان لو فيه فيربو بارتيري بييجي معاها حرف الجر يا شباب بير بارتيري بير روما بيقول هنا ايو ديفو انا يجب فكل الافعال المساعدة اللي احنا اخدناهم بيستخدموا في الامتحان في الجمل وفي القطع فضروري يكون عارف معناهم كمان ايو ديفو انداري انا يجب ان اذهب دوتوري اللي هو دكتور يطار اختار ان ولا دل ولا بير طيب فاكرين دوتوري ده عبر عن ايه شخص والاشخاص بس اجد معهم حرف الجر يا شباب صح اللي هو الحرف الجر دل يبقى ايو ديفو انداري دل دوتوري اذهب عندي يا شباب الدكتور دو دي تشي 12 اقول مسلا مي بياتشي مي بياتشي يعني بيعجبني انداري باريجي مسلا بيعجبني الذهاب الى مدينة باريس باريجي عبر عن ايه مدينة اللي هي لكابيطالي دي فرانشا عاصمة من فرنسا يطار اخد حرف الجر ا ولا دل ولا بير طبعا مع المدن كنا شايفين من شوية بيستخدم حرف الجر ايه ا مي بياتشي انداري باريجي بحب الذهاب المدريب من باريس تري دي تشي 13 اول مسلا لي امي تشي الاصدقاء ظنو بيزهبو جوكاري اكلشو ونركز بعد النوع كده جوكاري اكلشو لعب كرة القدم طيب جوكاري ده باري عن ايه شباب فعلي في ليه فعلي في المصدر وليسا يليم من شوية مي من حرف الجر بييجي معاه فعلي في المصدر طبعا حرف الجر ا ليه مي تشي فانو عجوكاري اكلشو ايه يذهبو لكي يلعبو ايه كرة القدم وانا لما بيجي بعديها فعلي في المصدر بيجي بمعنى ايه لكي او علشان او من اجل كواتور دي تشي 14 بيقولين لنا بريفيريسكو انداري بار بريفيريسكو انداري بار بفضل الزياد ما سيلي كفتيريا يطرى استخدم حرف الجر دل ولا ال ولا بير طبعا حرف الجر ايه اللي هي حرف الجر ايه يا شباب عشان محفوظة او لك ال بار ال تشينيما ال ريستورانتي محفوظة اماكن كده محفوظة بيجي معها حرف الجر ايه ايه كوينجي تشي بيقول لوكا فييني فيرنسي وركز جدا لوكا فييني فيرنسي طبعا فرنسي مدينة ايطالية عشان محدش يفتكيرها اللي هي فرنشا فرنسا ويختار حرف الجر ايه يا شباب مش ينفى طبعا اينا عاوز اقول لوكا بيأتي من مدينة فرنسي ايه حرف الجر المناسب اللي هو حرف الجر ايه دا لوكا فييني دا فرنسي هيأتي من مدينة يا شباب فرنسي فادروي جدا اميز بين كلمة فرنسي وكلمة فرنشا تمام لا بصيني نكون عاوز اقول في اجازة كلمة اللي هي اجازة حرف الجر بتاعها محفوظ يطارا إن ولا دا ولا بير سيامو طبعني إن وكنسا بنكون يا شباب فاجز لتشا ستة سبعت عشر بيقولينينا البادري بريفريشي انداري ماري البادري العب بريفريشي بيفضل انداري ماري عزينو بيفضل الزاب الى البحر يطارا ال ولا إن ولا بير يعني الماري ليه الماري عشان ايه حرف الجر بتاعها محفوظ زي الاماكن اللي احنا قلناها من شوية ركزينا طبعا بارتيامو نابولي بارتيامو نابولي نرحل الى مدينة نابولي طبعا ما ينفعش اقول ا عشان قلنا في فعل بارتيري اطارا مع بارتيري بياخد عرف الجر يا شباب بير صحي كده يبقى بارتيامو بير نابولي انا نرحل لمدينة يا شباب نابولي حد يقول يا سينيو طب ممكن اختار حرف الجر ا لا ممكن استخدم حرف الجر ا مع اي فعل تاني لو مش موجود الفعل بارتيري بس طالما فيه فعل بارتيري مع المدن والعواصم او الدول بستخدم حرف الجر ا يا شباب بير بنيا بوتيتي فينيري كازا كازا منزل يعيث ترى كذا بتاخد حرف الجر ا ولا اين ولا بير طبعا حرف الجر ا يا شباب أكازا ممكن تجه للمنزل آخر مثال معانا بيقولون بيزع بالعمل مكنا فاكرين ما كان مكنا اللي هي مين سيارة وسيط مواصلات طيب فاكرين مواصلات مواصلات بساعدة بحرف الجر يا شباب حرف الجر كده يبقى خلصنا الجزء الأول من الحلقة مع بعض وهي وآخر قاعدة في الجرامر معانا الترمي ده وهي لبريبوزيزيوني استخدام حروف الجر في اللغة الإيطالية وشفنا مع بعض استخدام حرف الجر إن حرف الجر آ وآل وحرف الجر دا وشفنا آخر حاجة إن الفعل بارتيري بيجي معا حرف الجر دايما إيه بير اللي هو يرحل إيه ولو عاوز أقول يرحل من بستخدم حرف الجر إيه دا بارتيري دا طيب أنا مجهز لكم وطبعنا مع بعض بعض الأمثلة تعود دلوقتي بالنسبة لإحنا في فترة دي فترة مراقعات مجهز لكم مجموعة من السيطواتسيوني من مجموعة من المواقف إلي إحنا درسناها الثانية دي جايب لكم عليها مجموعة التمرين كده تعالوا نحاول نحلها مع بعض بقس إلي إحنا افتكر مع بعض كوالي سون الستواتسيوني سؤال المواقف إيه هي المواقف إلي إحنا درسناها مع بعض وطبعا سؤال المواقف زي ما احنا عارفين في التعديل الجديد بيجيب لنا اربع جمل كل جمل عليها كم درجة يا شاب زي ما شفنا في الامتحان عليها درجتين فدروري جدا وانا بذاكر المواقف اراعل ايه الكتابة شان السؤال طبعا في السنين سابقا بيجي اختيارات ولكن بعد ما حصل التعديل عليه فبيجي ايه كومبيلتاري او بيجي اكمل او اكتب فانا دروري جدا اكون ايه امسك الالم واذاكر المواقف كتابة كويس جدا وراعي اللي انا ايه معاش في اخطاء في الكتابة دروري جدا اكون ايه بتأكد من معلومة بتاعت صح اللي احنا اجاوب صح تاني حاجة اتأكد ان مفيش عندي اخطاء املائية عشان ده بنتحاسب عليها في الدرجات فدروري جدا اراعي الحاجات دي وانا بذاكر يا شباب سؤال لسيطواتسيوني تعال نشوف كوالي سونو ليه سيطواتسيوني ايه المواقف اللي درسناها السنين دي طبعا مجهزة عن طريق تمرين على طول شانيه رفي نغطي مجموعة من المواقف الكبيرة اللي احنا درسناها السنين دي بيولينا ريسبوندي اللي سيجوينتي سيطواتسيوني اجيب على المواقف التالية بيولي لما اجا اقولك ديكو لما اجا اقول بورتروبو نومبوسو للأسف لا استطيع اقولك مثلا بورتروبو نومبوسو عن داريالتشينيما للأسف لا استطيع ازهابي للسينيما يا ترى كده انا بقبل دعوة ولا برفو الدعوة لو فاكرين طبعا للأسف لا استطيع اكيد كده برفو الدعوة تبي كلمة يرفو الدعوة لو فاكرينها كده بعمل ايه رفيوتو ون ان فيتو يعني رفيوتو ون ان فيتو برفو الدعوة يبا زي ما انا شايفين كده بيجيب لجملة افهم منها يا طرق ده موافقة على الدعوة ولا الرفض ولا بدأ شخص دي عاجات ده لسنان السنة دي فالموقف ده فهمنه انه كده برفض ودروري جدا برضه لما ما جاء زاكر سواء الموقف ازاكر حاجة وعكسها بمعنى ايه ممكن يقولك مثلا لما تيجي ترفض دعوة فلازم اكون احافظ هي التعبيرات اللي بتدولها على الرفض فاقول له مثلا ديكو اقول فممكن يجيب لي الموقف الحاجة وعكسها فادوري جدا هزاكرها الحاجة وعكسها تمام كده قال طلب جاب لي تعبير بيدولها على الرفض اقول له كده انا برفض لو قالك مثلا هالتعبير بيدولها على الرفض رفيوتين ان فيتو ارفض دعوة اقول له مثلا ديكو بورتروبو نمبس والاسف لا استطيع تعالوا نشوف الموقف اللي بعده بيقول لي انا كواندو ديكو لما جاء اقول مثلا ايو فاتشو البروفيسوري انا شغال ايه مدرس او ايو فاتشو اركتتو شغال مهندس او دكتور يا طرق كده انا بقول ايه هل انا بقول مثلا الجنسية ولا بقول الوظيفة اكيد انا بقول الوظيفة فاكتب له ايه افهم من الجملة دي اللي انا كده بقول الوظيفة فاقول له كده انا بعمل ايه ديكو اللافورو يعني ديكو اللافورو اقول الشغل او اقول العمل او ان ديكو اللافورو كده بعبر عن ايه العمل فافهم من الجملة دي اللي هو كده بيعمل ايه ديكو اللافور بيقولي لإيه بيقولي شو نمرة 3 كواندو ديكو لما أجا أقولك مثلا دوفي عبيتي يعني دوفي عبيتي أين تسكن كده أنا كييدو بسأل يطلع أين تسكن كده بسأل مثلا عن الجنسية ولا الاسم ولا العنوان طبعا السؤال ده أكيد السؤال بتاع العنوان ففي الحالة دي لما أقولك دوفي عبيتي أجا أقوله كده أنا كييدو لندريتسو يعني كييدو لندريتسو بسأل العنوان ونركز في الكتابة يا شباب وهنا في بعض الطلاب بيقع في خطأ لما بيشوفوا مثلا دوفي أبيتي في سؤال المواقف يقولوا مثلا إيو أبيتو أروما بسكن في روما لا لازم نفرق ما بين سؤال المواقف وسؤال الإيميل طبعا فيه سؤال تاني هبقى أجهز لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مجموعة أسئلة عن سئلة الإيميل ونحلها مع بعض لو جالي السؤال ده في الإيميل اللي هو بيجيني ثلاثة أسئلة بجاوب ثلاثة إجابات سأقدر أرود ده أقول مثلا إيو أبيتو أروما أبيتو أميلان ولكن في سؤال المواقف لما بيجي يقولك دوفي أبيتي أين تسكن هنا عاوزك عاوز يفهم اللي انت عارف السؤال ده بيدل على إيه دوفي أبيتي أين تسكن فأكيد ده بيسأل عن العنوان فتكتب له كييدو لندريتس هو مش عاوز إجابة في سؤال المواقف هو عاوزك تقوله إن السؤال ده والجملة دي بتعبر عن إيه فزي ما شوفنا هنا إني دوفي آبيتي أين تسكن ده كده بعمل إيه كييدو لندريدسو بسأل عن إيه العنوان طيب نمر 4 كوندو كييدو لورا لما جه أسأل عنها شباب الساعة كييدو لورا مديكوا فاكروا لسؤال بتاع الساعة طبعا أقوله إيه كي آوريسونو يعني كي آوريسونو الساعة كام كم تكون الساعة طبعا لو جاب لي العكس بق لو قل لي مثلا كي آوريسونو الساعة كام أقول له إيه اقول له كده انا بعمل ايه كيدو لورا بسأل عن الساعة فسواء جاب لي كيدو لورا هكتب له السؤال كيوري سونو جاب لي كيوري سونو كم تكون الساعة افاهمه كده واقول له لانا كده ايه كيدو لورا بسأل عن ايه شباب الساعة يبقى زي ما انا شايفين كده على الشاشة دولي جدا انا ذاكر الحاجة وعكسها اذاكر مثلا كيدو لورا بس عن الساعة واذاكر ايه كيوري سونو نمرو تشينكو خمسة شايفين هنا جيبها العكس بقى عندما أرفض دعوة لما تيجي ترفض دعوة مثلا التعبيرات اللي أدرس ناس سندي ممكن أقوله إيه؟ أقوله مثلا ديكو نو جراتسي لأ إيه شكرا أو ممكن أقوله ديكو بورتروبون بوسو لأسف لا أستطيع التعبير اللي احنا شفناه من شوية يبقى هنا قالك ارفض دعوة فأقوله إيه ديكو نو جراتسي لأ شكرا فلازم أراجع على إيه التعبيرات اللي بتدول على إن فيتو الدعوة واتشتاري إن فيتو قبول الدعوة ورفيو تاري إن فيتو اللي هي رفض يا شباب رفض الدعوة تمام؟ تعال نشوف الموقف اللي بعده نو جراتسي لما يجي يقولك مثلا فيينيكم ميم تيجي معايا أو فيينيكم ميم هل تأتي معي؟ طبعا تيجي معايا يا ترنا كده بدأوا ولا بقبل دعوة؟ لا طبعا التعبيرات دي بتدول عليه الدعوة فيينيكم ميم هل تأتي معي؟ يبقى كده أكتب له إيه؟ كده أنا بعمل إيه؟ فيينيكم ميم تشتوا إن فيتو بقبل دعوة فيين فيتو تمام؟ إبقى التعبيرات دي عبارة عن إيه؟ إن فيتو أنا بيرسونة يعني إن فيتو أنا بيرسونة شباب بدأوا إيه؟ بدأوا شخص تيجي معايا فكده إن إيه؟ بدأوا يا شباب إيه شخص تمام؟ نيجي معا موقف درسنا في الواحدة الأولى لما يقولك أولي أوكي فيردي أنا عندي عيون مثلا خضرة أو أو إي كابيلي نيري عندي شعر أسود أو مثلا قولت سونو ألطو أنا طويل يا طرق كده أفهم من الجمل دي اللي أنا بعمل إيه؟ هل أنا بوصف الشخصية ولا بوصف المظهر؟ درستنا مع بعض في الواحدة الأولى طبعا كده أكيد أنا بوصف إيه؟ المظهر أو الشكل ففي الحالة دي أكتب له كده أنا إيه؟ كده ديسكريفو لاس بيتو إيبقى بيجيب لي جملة بفهم منها الجملة دي بتدل عليه لما أجي أقولك إيه؟ يقولي أوكي فيردي عندي عيون خضرة كده أنا بعمل إيه؟ ديسكريفو لاس بيتو بوصف إيه؟ المظهر طيب لو قلنا مثلا موقف جيدة هو كواندو ديكو لما أجي أقول أو جي الفينردي النهاردة مثلا الجمعة أو أو جي السبتو النهاردة السبت يا طرى كده أنا بعبر عن مثلا عن عنوان ولا الوظيفة ولا اليوم أكيد طبعا بقولي اليوم النهاردة الجمعة يبقى أكيد بقولي اليوم يبقى كده أكتب له مثلا إينديكو الجورنو يعني إينديكو الجورنو كده بأشير إلى اليوم يبقى فبفهم من الجملة دي في سؤال المواقف إن إيه؟ أو جي الفينر دي كده إينديكو الجورنو بعبر عن إيه؟ اليوم نمرو نوفي بيقولي عندما أقبل إيه؟ دعوة عند قبول الدعوة فاكرية تعب رب بتاعت الدعوة القبول الدعوة طبعا ممكن أقوله إيه؟ لو فاكرينها ممكن أقوله نعم شكرا تشيرتو بالتأكيد ممكن أقوله كذا حاجة ممكن أقوله لو بصنا كده ممكن أقول ديكو فولنتييري يعني فولنتييري بكل سرور أو أقوله كومبياتشيري بكل سرور أو ممكن أقوله ديكو تشيرتو بالتأكيد ديكو سي جراتسي تمام؟ ديكو بيركينو يعني بيركينو ليه لأ؟ فكل التعابرات دي يا شباب بتدل على أتشيرتو وننفيتو بابا ليه دعوة؟ ولجب هالي العكس ممكن أقولك مثلا فولنتييري بكل سرور كده أنا رفضت ولا قبلت دعوة؟ طبعا كده أنا قبلت دعوة فأقوله كده نايم أتشيرتو وننفيتو يعني أتشيرتو وننفيتو بابا ليه؟ بابا لدعوة نمرو ديتشي بيقول لينا كواندو رينجراتسيو كوالكونو عندما أشكر شخص ما رينجراتسيو يعني أشكر يا ترى كلمة شكرا بالإيطالية تقالي إزاي؟ فاكرنا طبعا درسناها كتير جدا ومن أول الكلمات اللي هتعلمناها في اللغة الإيطالية طبعا أقوله إيه؟ يعني ديكو جراتسي أقول إيه؟ شكرا كواندو رينجراتسيو كوالكونو لما جاشكر حد ديكو جراتسي أقول إيه شباب شكرا طيب تعالى برضو جملة فهمية ممكن يجيب لي في المتحام مثلا يقولك لمية كازا أكواترو كاميري بيتي فيه أربع غراب أو مثلا لمية كازا إجراندي بيتي كبير أو لابارتمنتو الشقة إبيلو شقة جميلة أو لابارتمنتو إجراندي شقة كبيرة سواء كلمة أبرتمنتو شقة أو كازا منزل أو في كلمة اسمها أبيتاتسيوني اللي هو السكن إيه بيأفهم من الجملة دي طره هو إيه؟ بيوصف العنوان مثلا ولا بيوصف المنزل طبعا أفهم من الجملة دي اللي هو بيوصفها شباب المنزل ففي الحالة دي أجري أكتبله في كتاب في السؤال المعاقف لما يقولك لمية كازا أكواترو كاميري أقوله كذا أنا بعمل إيه؟ ديسكريفو لكازا يعني ديسكريفو لكازا بوصف المنزل أنا فهمت من الجملة دي اللي هو بيوصفها شباب المنزل دوديتشي كام 12 لما يقولك مثلا أنا بيعجبني أو بحب الكراءة وميرست الرياضة هقولك بحب أسمع الموسيقى بحب ألعب على الكمبيوتر مثلا يا طره أنا كده بعبر عن إيه؟ هل أنا بعبر مثلا عن العمر ولا الجنسية ولا الهواية؟ طبعا أفهم من الجملة دي اللي بعبر عن هوايتي ففي الحالة دي أقوله كده إينديكو الميو هوبي يعني إينديكو الميو هوبي كده بعبر إيه شباب عن هوايتي تمام كده؟ طيب كده يبخلصنا من جزء برضو إدينا نحنا نراجع مع بعض في الحلقات المراجعة إدينا نراجع على سؤال سؤال المواقف طيب دلوقتي برضو تعالي نحل مع بعضنا قطعة كده أو برانو نقدر من خلالها نفتكر مع بعض أفكار وكلمات المنهج كلمات الوحدات لو أنا مثلا ناسية تعالوا مع بعض نحل مجموعة قطعة كده ونحل عليها ونفتكر الكلمات مع بعض تمام؟ تعالوا نشوف القطعة اللي عندنا بيقول لنا طبعا نعرفين أول سؤال في الامتحان بيجينا قطعتين عليهم اختيارهم تعالوا نشوف القطعة اللي عندنا بيقول إيه؟ بيقول لنا هنا نجوليا، باولو، دينو، إياليسيا سونو أميتي سيمباتيتي بيكونوا أصدقوه يا شباب لطفو سيمباتيتي وعكسا في صفة اسمها أنتيباتيتي ما لهم با لورو أبيطانو ويجينو هم بيسكونوا قريب ويجينو عن قريب سكنوا قريبا ببعطو وعكس كلمة فيجينو كلمة اسمها لونتانو بيقولين هناك كوالكي فولتا أحيانا اسكونوا انسيامي أحيانا بيخرجوا مع بعض لورو هم نون أنو لستسينترسي هم ما عندهمش نفس الاهتمامات نون أنو لستسينترسي ما عندهمش نفس يا شباب الاهتمامات بمعنى إيه؟ أبدأ يشرح لنا دلوقتي بيقوليني أليسيا، دينو، إيجوليا أمانو أنداري على الشينيما بيحبوا الزهاب فين يا شباب إلى السينيما إيظنو على الشينيما وبيروحوا السينيما أونى ودوي فولتي على الميزي مرة أو مرتين فين في الشهر يبقى بيروحوا السينيما مرة أو مرتين فين في الشهر جوليا ستوتو سلي أطوري ساي يعني تعرف توتو كل حاجة سلي أطوري عن الموصلين يبقى كلمة أطوري يعني يا شباب موصلين لبقى بيركي أدورا ملتو الشينيما على إنها بتعشق جدا الشينيما الشينيما هما كرروا اللي هما يذهبوا للسينيما يا شباب أوديون اسم السينيما السابتو يوم يا شباب السابت بيركي ضنو النوفو فيلم كون أورلاندو بلوم بيركي لأن طبعا لو جف السؤال بتيجي بمعنى لماذا لأنهم بيعرضوا فيلم جديد للممثل اسمه إيه أورلاندو بلوم ما ولكن باولو دي سوليتو باولو عادة عشان كده هم معنون عنه ما عندهمش نفس اليتمامات ما لهم بصدكم باولو نون فييني لم يأتي ليه ما بيجيش معاهم بيركي بريفريش جوكاري أكلشو لأنه بيفضل لعبة كرة القدم زي ما إعنا شايفين كده ما عندهمش نفس اليتمامات لأن كل واحد فقط الفراغ بيعمل حاجة شكل بيقول لنا هنا تعالوا نشوف مع بعض الوقتي مجموعة من الاختراط بيقول لنا كي أدورا الشينيما كي أدورا الشينيما كي يعني ايه من بالراجع مع بعض أدوات الاستفهام مهمة جدا في اللغة الإيطالية مين بيحب السينيما ومين بيعشها السينيما فيهم يا ترى باولو ولا كيارا ولا جوليا طبعا الإجابة أصعالية مين جوليا لما لنا ان ايه جوليا بتعرف كل حاجة على الممثلين إيه أدورا الشينيما لأنها بتاعشها ايه شباب السينيما نمر الدوء بلنا كوانتي فولتي يعني كوانتي فولتي كم مرة كوانتي فولتي ليه كم كم مرة إيه راجعات سيفانو الشينيما بيذهبوا للسينيما كم مرة يبرع السينيما يا ترى اونا او دوي فولتي الميزي مرة ومرتين في الشهر كم مرة ومرتين في الاسبوع كم مرة ومرتين في اليوم كم ميزي بيذهبوا مرة ومرتين في الشهر اللي جابه الأولى صحيح نمر 3 بيقولين اللي عميتي فانو الشينيما الأصدقاء بيذهبوا بيذهبوا إلى السينيما يا ترى يوم السابتو اللوني دي الجوفي دي طبعا سابتو له السابت اللوني دي الاثنين الجوفي دي لو الخميس كم يذهبوا يومي لو فاكرين في القطعة طبعا بيذهبوا يومي ليه السابتو يوم السابت النمر 4 بيقولين باولو اعمى باولو بيحب فاكرين باولو كان ليه بيختلف عنهم في حاجة يقدر كان بيحب الشينيما ولا الموزيكا ولا الكالتو اولو سبورت اليمين الاجابه الصحيح اليمين الكالتو ليه كورت القدم شنعلينا في اخر السطر ان باولو دي سوليتون فييني كلورو ما بيذهبش معاهم بيركي بريفريشي ديوكاريا كالتو ليه بفضل ليه كورت يا شباب القدم طيب تعالوا نشوف الترو تستو قطعة تانية كده بيقولين هنا تشااة وصارى طبعا تشااة وصارى يبقى الصارى هيambكتوب له قطع الاسم اللي فوقه يا شباب هو الاسم اللي مكتوب له لالقطعة او المين هنا بي تقوم ميكيامو أليسيا اللي بتتكلم بقى في القطع بتقولها انا اسمي ايه أليسيا سونو دي باري أنكون من مدينة يا شباب باري تقولها ابتو أفيرنسي سكنة يمكنس هناك ido خلي بالنا اللي هي ايه هي أصلاها من مدينة داري ولكن أبيتو أو أبيتا سكن فيهم أفرنسي كل الفاميليا مع من مع الأسرة إنه نبارتمنتو مولتو جراندي في شقة كبيرة جدا مولتو جراندي كبيرة البريمو بيانو في الدور الأول في الدور الأول ميو بادرس كيامة جورجو تبدأ بتعرف بقي أسرتها بابايا اسمه جورجو إيه أركيتتو بيكوني مهندس أركيتتو لومين مهندس اللوي هو لفورة إنون ستوديو فوري تشتا هو بيعمل في مكتب ستوديو يعني مكتب فوري تشتا يعني خيري المدينة ميو بادرس كيامة لارا مام تسمعي لارا إنون لفورة يعني إنون لفورة لا تعمل ربي تمنزي لمطينا في الصباح ميو بادري بريفيريشي برندريل تيرينو بابايا بيفضل لنوان يأخذ أو لإيه القطار بيحب يركبها شباب الأطر اللوتو طبعا كلمة أوتو اختصار كلمة أوتوموبيلي اللي هي السيارة يعني بيفضل القطار عنها شباب السيارة بيرانداري اللفورو لكي يزب لإيه العمل إيه أنا طبعا عيد على مين على أليسيا زي ما هنا عارفين أليسيا بتتكلم في القطة إن فيتشي إن فيتشي أنا على العكس فعدو أبيدي أذهب على قدمي وناخد بلنا يا شباب من كلمة بيدي على قدمي بتاخد حرف الجر أ أبيدي يعني على قدمي سيرنا على الأقدم بيركي لسكولة إي فيتشينا على كازا اللي بتذهب يعني بتذهب ماش علشان بتقول لنا لسكولة إن المدرسة إي فيتشينا على كازا قريبة من يا شباب من المنزل تمام أسكولة اللي ستدع تكمل أسكولة في المدرسة ومولتي أمي تشي عندي أصدقائي كتير استوديو مولتي ماتيري وبدرس موادي درسيه كتير بتقول سونو برافيني ستوريا أنا شاطرة في ليه ستوريا اليمين التاريخ ما ولكن هي بتفضل يا شباب اللغة الإيطالية بيركي لأن لأن المدرسة بتكون لطيفة جدا فيها بتفضل ليه الإيطالي طبعا طالما إليسيا الاسم اللي تحت يبقى إليسيا هي اللي كتبة القطعة دايما كده الاسم اللي مكتوب تحت يا شباب في آخر القطعة هو الاسم اللي بيكتب القطعة أما الاسم اللي فوق هو الاسم اللي بيطلق القطعة أنت سعب بيسألنا يقولك كيس كريف اليميل مين كتب اليميل دا يبقى مين الاسم اللي تحت وممكن يقولينا يعني اعني 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 الى من الى من تكتب مثلا القطعة دي فأكيد الاسم اللي هي اللي فوق فطري جدا أكون عارف مين كاتب القطعة لمين تعال نشوفي الأسئلة اللي موجودة على القطعة اللي احنا فيمناها مع بعض دي بيقولينا الشيلي ريه طبعا بيجينا أسئلة يا شباب اختيارات على القطعة زي ما تعودنا في التعديل الجديد بلين اول سؤال دوفي أبيتا أليسيا دوفي اين أبيتا تسكن أليسيا يا ترى أباري ولا أفرنسي ولا فوري تشتا خارج المدينة طبعا يا سكنة مدينة ايه فرنسي ما ينفعش طبعا اختار مدينة باري لبقى علشان هي في قطعة ايو سونو دي باري انا اكون من مدينة باري يعني انا اصلي من مدينة باري ولكن هي سكنة حاليا في مدينة فرنسي تمام نمر دو برينا بيركي البادري للأب بريندي الترينو لمطينا ليه بياخد الكطار في الصباح بيركي لافورا فوري تشتا لانه بيعمل خارج المدينة ولا بيركي لافورا فتشينو شغال قريب ولا بيركي لافورا أباري طبعا الاجابة الصقيحة اللي هو لافورا فوري تشتا خارج المدينة عشان كده بيضطر لو ياخد ليه الترينو نمر دو بيولينا أليسيا آمن لابروفسوري السادي أليسيا بتحيبي مدرستي لإه ستوريا تاريخ ماتماتيكا الرياضة ولا إيطاليانو اللي هو الإيطالي طبعا لابروفسوري السادي إيطاليانو اللي هي مدد الإيطالي بيولينا لابارتمنط دي أليسيا شاعت أليسيا بتكون يتارى al secondo piano al quarto piano al primo piano كيف تدوري كيما شابله فاكرين طبعا أكانت فيك al primo piano اللي هو الدور اللي هي الدور الأول طبعا نختم مع بعض بآخر قطعة نقدر كده نغطب بها كلمات جديدة من المنهج نبص مع بعض كده آخر قطعة مع بعض بيولينا دوماني إلى دومينيكا غدا الأحد لياميتشي نونفانو اسكولا إلى أصدقاء اللي يذهبون إلى المدرسة شا نعرفين أن دومينيكا يوم الحد يوم الأجازة أليسيا بتستغل الفرصة بها في الأجازة بتدعو أصدقاء اللي هم يأتوا في البيت لبا بير بصاري التيمبو ليبرو علشان يقضوا وقت الفراغ بصاري التيمبو ليبرو اللي هم يستطيعون يفعلوا أشياء كثيرة زي أسكولتاري موزيكا يسمعوا موسيكا جوكاري على الكمبيوتر يلعبوا على الكمبيوتر يمنجاري ينسييمي ويأكلوا يا شباب معن دينوا أما دينوا نونفولي فينيري مش عاوز يأتي معهم بيركي بريفرشي دور ميري لأنه بيفضل النون بيفضل لو ينفيهم الأجازة دور ميري جوليا أجدت الانفيتو جوليا وفقت بعد دعوة اللي هي زميلتهم أليسيا بدأت 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 بيركي لأنها نوفا كومبانيا ونوفا كومبانيا زميلة جديدة وعكس كلمة نوفا يا شباب كلمة سمعي ذكية لازم تاخد الاتوبوس رقم كام يا شباب 24 عشان توصل لبيت ميم أليسيا إشندري وتنزل لفرمات دوبل سكولة وتنزل المحطة لفرمات اليمين يا شباب المحطة اليمين دوبل سكولة لبعد المدرسة تمام تعا نشوف هنا الاختراض لفرمات لفرمات لن يريد لن يريد لن يريد أن يأتي بير جوكاري يطر بير ستودياري ولا بير دورميري طبعا بير جوكاري عن كي يلعب ولا ستودياري زاكر ولا دورميري ينام طبعا الجابة السؤال لرقم 3 اللي هو كان بيفضل لإيه دورميري اللي هو ينام قالنا هنا كون كواليمتسو بأي وسيلة بمواصلات نحفظ أداة الاستفاهم دي مهمة كيارا تذهب لمنزل يطر إن مكنا بالسيارة إن عوتوبوس بالأوتوبيس ولا إن ترينو طبعا إن عوتوبوس وزي من تشايفين إن استخدمنا مع وصائل المواصلات حرف الجر يا شباب إن نملكواترو بيقولنا هنا كي نون فييني أكازا دي أليسيا من اللي مش هيجي بيت أليسيا شايفين فيربو فينير اللي هو يأتي دروري جدا نجعل أفعال المنهج يطر كيارا أليسيا دينو من المكانش هيجي يا شباب اللي هو مين دينو تمام كده كده يبقى يكون يا شباب كده النهاردة في الحلقة قدرنا اللي احنا إيه نغطي مع بعض مجموعة من الأسئلة سواء أسئلة جديدة درس جديد اللي هو اللي هو درس حروف الجر وشفنا استخدام حرف الجر إن وآ وقل وحرف الجر ض وشفنا بارتير بير وإن شاء الله السنة الجاية هيبقى فيه تكملة لدرس حروف الجر واستغلنا برضو باقي الحلقة اللي احنا نقدر نراجع على سؤال الاستواتسيوني سؤال المواقف وشفنا مجموعة مواقف درسناها السنة دي ورجعنا برضو على حفظ الكلمات عن طريق حل تر براني طلق قطع يديرنا اللي احنا إيه نغطي من خلالها كلمات المنهج وإدوات الاستفام والأفكار اللي ممكن تقابلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عادر نراجع على سؤال جديد ممكن سؤال الإيميل أو سؤال التيمة اكتب موضوع عشان نخش الامتحان إن شاء الله كده واحنا مبسوطين إن شاء الله أشوفكم في الحلقة القادمة في مادة اللغة الإيطالية مع سينيور اسلام مجدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته